اشتركوا في القناة بهذه المناسبة أكد سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية هذا البرنامج التدريبي لما يتضمنه من محتوى تدريبي متميز يهدف إلى تنمية المهارات العملية الأساسية بما يلبي متطلبات سوق العمل في مجال ممارسة العمل القانوني باللغة الإنجليزية ومشيرا إلى أن الأهمية الكبيرة لمثل هذه البرامج التدريبية المتخصصة تأتي لمؤكبتها التطورات الحديثة والمستجدات التشريعية والقانونية وقد اجتاز 22 متدربا من خرجي القانون في البرنامج بعد استفائهم لشروط القبول واجتيازهم لجميع التقييمات الصفية والغير صفية وذلك خلال فترة ستة أشهر للتدريب النظري والعملي حيث تضمن 15 مادة علمية تناولت مختلف المواضيع القانونية بدءا من أخلاقيات العمل القانوني ومهارات البحث والتفسير والتحليل القانوني وقانون الإفلاس وإعادة التنظيم وقوانين تقنية المعلومات وحماية البيالات الشخصية وغيرها برامج الشهادة المهنية لممارسة القانون باللغة الإنجليزية أحد البرامج النوعية التي يطرحها المعهد في كل عام وحقيقة يتميز هذا البرنامج بارتباطه الوثيق باحتياجات سوق العمل الذي عادة ما يعمل باللغة الإنجليزية لصيما في مجال المال والأعمال وكل الأمور الخاصة بالجوانب القانونية ولا تقتصر المهارات التي هي متعلقة باللغة الإنجليزية من ناحية القانون بل تمتد إلى جميع المعارف والمهارات اللازمة لممارسة القانون لأعمالها القانونية سواء في قطاع المال والأعمال أو حتى قطاع الخاص أو القطاع الحكومي هو برنامج ويد مفيد لأنه يكون رابط بين اللي تعلمناه في الجامعة والحياة العملية في البحرين خاصة أن أنا خريجة من جامعة بريطانية فأنا تخرجت وكان عندي معرفة بسيطة جدا عن القوانين في البحرين واشتغلت في جهة حكومية وكان مفوضة أتعلم كل شيء من يد ويديد والحمد لله هاي البرنامج ساعدني أن أنا أكون واثقة في أداء العمل وجدا مفيد وأنصح الجميع أنهم يبايدرون ويأخذون البرنامج